وسوف نقوم باستعراض أهم الحركات المهدوية المعاصرة الموجودة في الساحة العراقية هذه الأيام وبيان عقائدها وخطابها السياسي وأماكن انتشارها أولا حركة حيدر مشتت الذي دعا أنه هو اليماني وقد قتل على يد جماعة أحمد الحسن اليماني الذي دعا هو أنه اليماني صار صراع بيناتهم فانخرط أغلب أتباعه مع جند السماء وقتل الكثير منهم معهم وانتشروا في الأمارة وبغداد اثنين حركة أنصار المهدي يقودها أحمد إسماعيل قاطع السويلم المعروف أو الذي يسمي نفسه أحمد الحسن اليماني ويدعي أنه اليماني الذي بشر به يأتي قبل المهدي يمهد للمهدي وأنه ابن أحيانا نقول وصي اليمان المهدي أو حفيدة وقد أسس ما يسمى بجيش الغضب وتنتشر حركته بشورة رئيسية في البصرة وتتواجد أيضا في النجف ومحافظات عراقية أخرى ثلاثة حركة جند السماء بزعام الضياء عبد الزهر القرعاوي الذي كان يسمى نفسه قاضي السماء الذي ادعى أنه هو المهدي وأنه ولد من بويضة مخصبة للزهراء من الإمام علي أخرافات وأساطير يعني وقد قتل في معركة الزرق في النجف عام 2004 وينتشرون هؤلاء في منطقة الحلة محافظة الحلة أكثر شيء وكانت هذه الحركة أخطر الحركات التي واجهها النظام العراقي الجديد فقد كانت تعسكر بالقرب من النجف في منطقة الزرق في طريق الحلة وتتأهب لاحتلال النجف وقتل جميع المراجع وألماء الدين على أمل أن يختل حبل الأمن ويسود الهرج والمرج مما يسمح بتدخل قوى خارجية أو قوى داخلية غير منظورة من جماعاتهم الأخرى لقلب الأوضاع بما يؤدي إلى إسقاط الحكومة وانتشار الفوضى الشاملة في البلاد أربعة حركة الموطئون يقودها فاضل عبد الحسين المرسومي اللي يسمي نفسه الإمام الرباني وهو يدعي أنه هو الإمام المهدي الموعود وأن الله قد تجلى له أو ظهر به ومحل انتشار هؤلاء في محافظة ديالة خمسة حركة الممهدون وهؤلاء يدعون أن المهدي قد ظهر منذ ستة أشهر وأن اليماني هو الوسيط بينهم وبين الإمام وينتشرون في محافظات الفرات الأوسط وبغداد ستة حركة المختار يقودها الشريف حبيب الله أبو علي المختار وقد نشطت في بغداد في الأون الأخيرة زعيمها من أهالي الطالبية سبعة حركة الحل الله وهي تعتقد أن الإمام الخميني هو المهدي وأنه لم يموت بالغابة وسيظهر وتنتشر بصورة رئيسية في الأمارة محافظة ميسان ثمانية حركة أصحاب القضية أو أيضا يطلق عليها حركة النبأ العظيم وهي تعتقد أن سيد مقتد الصدر هو المهدي وتنتشر بصورة رئيسية في الأمارة وسمعنا أدث مرات السيد مقتد الصدر يتبرأ منهم ويلعنهم ويسيبهم ويطالب بملاحقتهم والتحقيق معهم أيضا تسعة حركة الحوزة الناطقة وهي حركة مهدوية مرجعية يقودها محمود الصرخي الذي يدعي أنه يلتقي بالإمام المهدي وتنتشر هذه الحركة بصورة رئيسية في الديوانية وكربلاء ويشترك هؤلاء جميعا بالإمام بالنقاط التالية أواحد أن الإمام المهدي ظهر على وشك الظهور ويختلفون في إدعاء بعضهم بأنه كل واحد يقول في الشكل واحد يقول أنا ابن المهدي واحد يقول أنا وصية واحد يقول نسيبة واحد يقول ما خل أختي واحد يقول أنا هو المهدي نفسه وهكذا اتنين يعتمدون على الأخبار الضعيفة كل منطقهم روايات فيه في الآن كتاب ويرفضون البحث والاجتهاد والتحقيق في روايات المهدي ثلاثة محاربة المرجعيات الدينية يحاولون يسحبون البساط من قيادة المراجع والمرجعية الدينية والمنادات ببطلان تقليدهم لا وإنتوا تعالوا اتبعونا وإحنا أوصياء المهدي مباشرة إذا كان المرجع نائب عام فأني نائب خاص إليه أربعة معادات الديمقراطية والانتخابات وخمسة معادات العملية السياسية كلها ما يشتركون فيها ستة رفض الدستور طبعا هذا جزء من العملية الديمقراطية سبعة الإيمان بمبدأ العنف المسلح وتشكيل ميليشيات مسلحة سرية أو علنية ثمانية التنسيق فيما بينهم والتخطيط لاستهداف المرجعيات الدينية في النجف تسعة إقامة علاقات وثيقة إعلامية ومالية وسياسية مع دول استخبارات أجنبية ودول أقليمية مجاورة للعرام وهناك من يربط بين هذه الحركات السلفية الإرهابية وبين الشيخ عبد الحليم الغزي أبو هدى الغزي صاحب قناة القمر اللي دائما يضرب بالمراجع ويدعو للأخبارية ويدعو للمهدي وهناك نفس الأفكار الرئيسية هو يحاول أن يبثها في المجتمع عبر قنوات الفضائية واليوتيوب وما إلى ذلك ويشن حملة إعلامية ضد المرجعية ويبث الفكر الأخباري الخرافي ويرفض ألم الرجال والتحقيق في الروايات ويحارب كل من ينتقد الفكر المهدوي أو يحاول إعادة قراءة التراث والاجتهاد فيه ولئن كان المراجع يأنون ويشتكون من خطر هذه الحركات الإرهابية التي تستغل فكرة المهدوية والمهدي لتتاجر بها وتوظفها لأغراضها السياسية والعمل من أجل بناء تنظيمات ديكتاتورية ومحاربة الديمقراطية طبعا كل واحد رئيس وزعيم لهذه الحركات هو يهيمن على أتباعه ويقودهم تماما فإن على المخلصين من أبناء الحوزات العلمية فتح ملف المهدي ودراسته بأمق واجتهاد وتحويله من نظرية خرافية ميتة وسلبية إلى حركة نهضوية ثورية عملية حية ومعاصرة من أجل نشر العدل والقسط في المجتمع والقضاء على الظلم والجور في العراق وفي كل مكان يعني لابد أن نعود إلى نظرية أهل البيت حول المهدي فيك بفهوم أهل البيت حول المهدي المهدي كان أي إنسان يقوم بالثورة والعمل الصالح ويحارب الظلم والجور يطلق عليه مهدي وليس شخصا معين الشيعة الاثنى عشرية شخصنا وهذه الفكرة قبل ألف ومئتين سنة ووقعوا فيها ووقعوا فيها وبالتالي ما قادرين يتخلصون من أدها والآن يجوا الناس كل واحد يجي يحاول يوظف هذه الفكرة لمشاريعه الخاصة مشاريع الاستبداد والسيطرة على المجتمع ولابد من العودة إلى ثقافة أهل البيت حول المهدي ما كان يعرفون أهل البيت ولا واحد من أدهم إلى الحسن العسكري ما كان أحد يعرف أنه شخص اسمه محمد بن حسن العسكري هو المهدي اللي يجب أن ننتظره ونعطل إقامة الدولة والثورة وكل شيء إلى أن يطلع هذا الشخص الآن الشيعة اتجاوزوا فكرة الإمامة أنه هالإمامة المثالية شروط الأسمى والنصف في كل حاكم ممعقولة إحنا كل حاكم ما يصير يحكمنا إلا يكون معصوم ومعين من قبل الله لا الآن شوفوا الشيعة كلهم في إيران في العراق في لبنان في كل مكان اتطوروا وتغيروا وقاموا بثورة على ذاك الفكر فتحرروا ونهضوا باقي فكرة المهدي شوية سبب لهم مشاكل ومرة يجون المراجع يقولوا إحنا نواب الإمامة المهدي فيحاولون أن يفرضوا قدسيتهم ومشروعيتهم وهيمنتهم على المجتمع باعتبار نحن نواب الإمام نواب الإمام العامون يقولوا نواب خاصين يجون ذول أصحاب الحركات المهدوية الضالة يدعون الخصوصية الارتباط الخاص بهذا الإمام يعني شو الفرق بين أنت تدعي نائب الإمام العام وهذا نائب الإمام الخاص ليش صدقت أساسا بالنيابة الخاصة والوكلاء والسفراء الأربعة وهم بنوا وكلاهم على إدعاءات باطلة وعلى أشياء وهمية ظنية ما يجوز نصدقهم لماذا صدقنا في تراثنا القديم هؤلاء النواب الأربعة يجيك واحد يقولوا طبعا أنا من نفس الشيء أسوي إشلون الإمام يبقى 1200 سنة إذن هذا يصير أبوي وجدي وأنا من ابنه هو مو من عشيرة عربية معروفة يقولك أنا لقحت ببويضة الإمام الفلاني وبالتالي أنا ابنه صرت يعني فالمجتمع من الخرافات والغلو والأساطير يحاولون يحكمون المجتمع ويأخروا بدل ما يتقدم المجتمع نحو الأمام نحو بناء الدولة الصحيحة والسليمة والعلمية المدنية الديمقراطية يأتي هؤلاء لكي يعني يجروا الشيحة إلى الوراء والحلقة اللي بالنص يعني المراجع المراجع اللي يدعون هم نواب الإمام العامون عندهم مركز الآن سستاني مسوي مركز الدراسات التخصصية يا ليت هذا المركز يقيم ندوات حرة مفتوحة ندوات ألمية يجيب كل الأراء فيها مو رأي واحد يحاول يصدر للناس ويوجه للناس ويقدم للناس لا إذا فعلا مراكز دراسات خليسوا ندوات حرة وتطلع على كل الأراء لا تتعصب لرأي واحد وبالتالي النتيجة تكون تغذية هؤلاء المنحرفين والحركات المهدوية الضالة الإرهابية وبعدين يجون يقولون ليش دولة موجودين وكيف نقضع عليهم ودائما نشوفون مشاكل معا هؤلاء وهؤلاء لا يزالون يعملون مستغلين جو الحرية والديمقراطية بالعراق مع عدل مسلحين منهم اللي ضربتهم الحكومة الحركات الفكرية والثقافية موجودة داخل الحوزة الآن وفي داخل حوزة النجف فالمفروض القضاء على هذه الحركات من الجذور بضرب هذه الفكرة أن هناك إنسان واحد اسمه محمد بحسن عسكري وهو المهدي وهو موجود وكذا حتى أحد بعد لا يدعي نعم يمكن تطوير الفكرة المهدوية يعني استفادة منها إيجابيا مثل ما كان أهل البيت والشيعة الأوائث لقرون الثلاثة الأولى يفهمون هذه الفكرة أنه أي إنسان يقوم بمكافحة الظلم والجهور فهو مهدي وأي حاكم يقوم بذلك فهو إمام مهدي نحتاج قراءة جديدة لفكرة المهدي إعادة نظر في هذه الثقافة مالتنا اللي ورثناها من 1200 سنة والعودة إلى أهل البيت بعيدا عن ادعاءات النواب الأربعة وذولة الدجالين الجدد اللي يدعون الارتباط بالإمام مهدي وبعيدا عن تنظيرات مشايخ الطائفة الشيخ الصدوق والمفيد والطوسي وذولة اجتهدوا من أحسن الظلم فيهم مرد نسيئ لهم بس دولة مو بالضرورة نزل عليهم وحي بهذا الكلام وكلامهم كان جديد ما كان يعرفوا أهل البيت ولا يعرفوا عامة الشيعة ولا حتى عامة الإمامية إلا عندما صارت الفرقة الاثنى عشرية والفرقة الاثنى عشرية ولدت في القرن الرابع الهجري لم تكن معروفة من قبل ولم يكن أحد من الشيعة يقول أنا اثنى عشري فهذه النظرية هي نظرية مبتدعة في ذاك الزمن وإحنا عايشين عليها حتى الآن ونعاني منها كثيرا وأول من يعاني منها المراجع فلا بد أن نقضي على هذه الحركات وعلى هذا الاستغلال السيء لفكرة المهدوية ويجيون ناس يدعون كل واحد يدعو لك أنا صارت نائب المهدي أو أنا وكيل المهدي أو أنا ابني المهدي أو المهدي يقعد يمي ويشرب شاي معايا وكذا وأزوجه وأختي هذا كلام يعني غير أقلائي وغير ألمي وغير صحيح فالعبد أن نقوم بثورة ثقافية في الحوزات خصوصا تبدأ الثورة الثقافية من الحوزات حتى نغير هذه الثقافة السلبية التي يستغلها هؤلاء الدجالون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته